انا بقى عايز اعرف دلوقتي او تعالى بقى ايه عشان نشوف باباها هيعمل ايه انا قلتلك هنقف عند الحتة دينا وانت لان انت اللي تعرف نفسيا هل الاب بيقول كده من وراء قلبه ولا الاب هيعمل كده فعلا عشان يربيها لأ بروس انا عايز اقولك حاجة هو العمل للاب هو غلط يعني ايه غلط انت بنتك دلوقتي في حوار وفي ارتباط الولد التاني لو لقى ان ملهاش اهل موجودين في القصة هيستقو عليها اكتر وهيدوس عليها اكتر بدليل ان هو بيقول لها ابو انا مالي ما يدوس عليها ما يباعتنا كلنا عشان لا اه ما يدوس عليها سالي في النهاية بنتنا طبعا معلش تصلي طاحم حاجة كده زاد هتسيبها الميئة هو طب هو بيعمل حركتين دول بيربيها بس هو بيعمل حركتين دي عشان يخليها تندم ويخليها ترجع لانها لسه فرحلة الخطوبة فلما تلاقي ان الدنيا مزيدة في الشعر وما تلاقيش ان منه دعم تبدأ تتراجع وتندم وتقول انا مش عايز ارتبط بالانسان دا انا غلطانة يا بوي الولد الناحية التانية بيعمل حركة برضو خبيسة شوي ايه بقى لما بتروح تحكي لأهلها يقول لها لا ده انا بحبك ما تقوليش لأهلك ده انا وما تدخليش اي حدي خدت بالك انا بضربك عشان بحبك وفي حدي بيحب قادي بضربه لا هو اللي بيحب ما بيقزيش بس عب يضغاز ممكن يضربه الولد بيحبها حب السيطرة الحب المرضي ان دي بتاعتي ومن حقي اعمل فيها اي حاجة في الدنيا ولما اهلها حتى كمان يتدخل يقول لها ما تدخليش اهلك ويهددها عشان يبدأ ينفارد بيها عشان هو عاجبه نيابي النسبة له زي قطعة الشطرنج يمين يمين شمال شمال فهم اقصدي فهو مش عايز مش من مصلحته ان الاهل يتدخله الناحية التانية الاهل الاهل لازم يكون لهم دور حتى يستي لهو البنت متمسكة بيه وعايز اتكمل معاه انت دورك كأب ان انت تبقى حكم عدل ما بينهم تعال يا ابني انت مزعالين مع بعض ادي له النصائح ما انا مش قابله اساسا ماشي انا دلوقتي انا دلوقتي انا دلوقتي انا دلوقتي ما انا تحطيت مثلا في موقف دلوقتي تمام وبنتي دلوقتي مكملة هل ان انا هسيب بنتي لا طب هسيب بنتي تغرق لوحدها لا طب اللي مالوش كبير بيشتري له كبير فالولد عجبه حتة ان هو مسيطر عليها لوحده نا لوحدها وهو عجبه الحتة دي من زمان لان الولد ممكن يكون فيه حتة كمان تانية مهمة جدا ايه بقى الولد ده واضح ان هو ماكملش تعليم ليه ما هو مش بقول لها ما تكمليش طب بقول لأ هو عايز ايه ما تكملش مين قالك ان هو ما تكملش لا الولد ده على فكرة انا من وجه تنظري ما يجي موبايلات دي كلها منين بيشتغلين ده بقى الولد ده بيشتغل حرفة او بيشتغل مهنة معينة اه قالت عنده مكنة اه الولد ده ما عندوش مش مكمل تعليمه فبالتالي البنت دي عمرها ما هتكمل تعليمها وقفة عند السناعة لا بس هو قلق لما يتجوزها هتكمل تعليمها لا ده كلام لا يا دكتور رحمد مش ممكن يكون بيتحك عليها البنت دي بص موسينا حس ان هو بيتكلم جد لا 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 وانا قلت كده هتتحقق الولد ده انا من غير معرف وهو شغال ايه بس الولد ده مش مكمل تعليمه وممكن يكون شغال مهنة او حرفة اه فهو مش عايزها تبقى متعلمة او قصة ايها تبقى متعلمة بالنسبة له صنايا ايه وعنده ومكنة بجل كسيب اه ده حاجة كبيرة جدا البنت مش هتكمل اي شيء ومش هيكون لها اي حقوق طيب هو المفروض بوسينا تعملي دلوقتي اه يعني هي مش هتروح تقوله مباشرة ان انا هسيبك وان انا هبعد عنك وان انا هعمل لك بلوكات وعجات دي لازم تبدأ تموت المشاعر اتجاه الشخص ده يعني ايه يعني حتة ان هي اه حتة ان هي كانت متعودة على وجوده لازم تقللها حتة ان هي كانت متمسكة بيه لازم تفهم ان هو شخص توكسك او شخص مؤذي بالنسبة لها في المستقبل سامن فيش نافع لازم تفهم ان عصيانها لأهلها بالطريقة دي هي بتخسر حاجات كتير جدا لازم تفهم ان هي لو ادت نفسها فرصة ومشت قدام شوية هتقابل فرص انضج واحلى واقوى 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 بس كده البلد هتشمت فينا دي تخطبوا من شهر عشرة و هتتجاوز اخل السنة تعرف قالوا ما دي بتاع 9 شهور مع بعض 8 شهور ممكن تتجاوز بعد فترة معينة بعد 5-6 شو تتطلق لا ماينفعش عشان احنا بيبت 6 ملاش اللي بيتها والجز ماشي مهو ممكن حتى لو بيدربها هنفعش تتطلق لأ مهو الوضع ده ممكن البنت تموت في ايده ممكن البنت تتأذي طب هيا كده مش هتتطلق هتتطلق كارس يبقى انا داخل على كارسة ولو مدي ايده آنك خلاص داخل على كارسة داخل على كارسة كبيرة عايز افهمها ان انت ماشى في طريق التنازلات طب ما انت تنزلت كان بمدي ايده عليك انت مخطوبة وتنزلت عصيتي اهلي ليه مهي ضربته لأ بس بعد ده على فكرة ممكن تكون ضربته بعد ما تكون تأذت منه كتير جدا بعد ما تكون تعرضت لقصوة منه هو صحيحة ضرب عادي كده يعني ايه عماء على فكرة بوسينة دي ممكن ورح زعل واتقمص يعني انت بس كتش لما اتضربت برضو بوسينة ممكن تكون حتة تانية ضربته دي يا سالي ان هي جات لما في الاخر بضربها زقته بس هي متخيلة كده بس هو زعل واتقمص ما مدش ايده علي واضح ناق دي هتقيلة برس بس هي واضح ناق ممكن تكون زقيته بس في حاجة تانية محور بقى القصة دي كلها ايه بقى بوسينة بتحب الولد لا ده بوسينة كتبة في القصة كلمة حبيبي اكتر من عشر مرات ما هي عشان هتقول ايه صاحبي لا خطيبي لا هتقول ايه لما حط الانسان تحت وسمى كلمة حبيبي انا ما زلت متمسك بيه طب احنا بنقول بيعيني السوبر ماركت عشان انا بحيبها شكرا يا حبيبي اقول لك حاجة تانية كمان عادي لا لا مش كده هي شايفة حبيبها هي شايفة ايه اصدقاء حبيبي اللي هو العشق والولد والحب هي اول انسان حبيته اول انسان حسس معاه بمشاعر في حياتها اه تبا دلوقتي بتقول ايه تكرهه ما هي كاتبة برضو بيه تكرهه ما بتكرهوش اما ليه هي بس هي بعطت القصة عشان هي زعلانة منها معاه بقى بقى لها اه يعني هي عايزاني عارفة لو رجع يسيطر عليها تاني هترجع هي عايزاني وانا وانتا نقول لها معليش ورجعي له لا هي بتسأل ولا هي بدأت تفوق هي لو بدأت تفوق تاخد خطوات ايه خطوات ان هي ما بتقولك بابا قال ان انا مش هرجع له حتى لو اتخنقنا تبقى مع اهله لقى ان ده الصح ليه بقى لقى ان اهلنا دول هما اللي بيشلونا انا مش بقول لها هو ده في يوم من الايام هو عايز يبعدك ده هو بدء كده من وهو خطبك يقولك ايه ما تقوليش لحد ان انا بضربك ما تقوليش لحد ان انا بشربك ما لاقول لي من ايه كده بتدخلي حد ما بينك ده اهلي اه انا دايما احن عليك من اهلي انا حن عليك من اهلي بحبك اكتر منابوك دايما اقول لي يعني مثلا ايه البنت المخطوبة او مرتبط اقولها مثلا ايه مش كل حاجة تتقل اهلك عادي ماشي الدنيا بس في ضرب لا ضربني ده ده انا هجيب اهلي ايه ضرب في ضرب يعني ممكن في لحظة مش هقول اهلي ايه البنت دي ماتت تحت ايده في ضرب فيش تيمة وفيه اهانة طبعا في حاجات مايتسكتش عليها البنت دي تايها لوحدة انا عايزها كده اول خطوة تندم على تعلمها اللي سابته ولازم لا هي ترجع تتعلم ايه تندم على عشرة الغالية بعدين لازم تكمل تعلمها يا سالي اه لازم تكمل شهادته هم على فكرة عشان بس فيه ناس بتبقى موهومة ان انا لما بتنازل للشخص ده وان انا لما بعمله حاجات كتير جدا الشخص ده هيجي يقول لي انت تنازل لا الشخص ده في الاخرى يقول لي انت مع مطلوش حاجة انت سيبت تعليمك غير كده هو يعني الشخص لما بيحب حد بيحبه بالصورة اللي هو شايفه فيها فاحيانا لما بنحب من الحب فعلا ما قتل بهد في اللي قدامي وانا مش وغد بالي ببدي نفسي بيفرح بنجاحه اللي يحب حد ده الحب الحقيقي بقى بيفرح لشغله بيحب ان هو يبقى مبسوط حتى كمال لو انت مش عندك حاجة انا بساعدك ان انت يبقى عندك يا انت تقول له تعمل ايه دلوقتي بي دكتور محمد لشان احنا نكتم عاكم الحلقة وانا اقول بقى عايز اقول ان الموضوع ده بالنسبة المساينة هو موضوع مش مناسب وان الشخص ده اختيار غير مناسب ليها وان الشخص ده هو ده مش حب ده سيطرة او تملك ده حالة مرضية نرجيسي ده نرجيسي وعايز اقول لها ان ان هي ظهر قدامها رسائل كتير 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 تؤدي الى نهاية الموضوع ده بس هي لازم تاخد قرار صحة في حياتها انا مش عجبني قصة ان هي طيعصي تلجأ لأهلها ان هي طيعصي أهلها لانك مرجوعك في النهاية لأهلك ما تخسريش العلاقة لان علاقتك بأهلك دي علاقة ممتدر انا كلمة حلوة قوي دكتور قتل لما يورش كبير بيشتري له كبير اكيب انت صح نورتيني